بحب جداً أكون معاكم ونتكلم مع بعض عن كتاب جديد رواية جديدة، فكرة جديدة والنهاردة هنتكلم شوية عن الماضي الماضي ليه سحر خاص ودايماً بيكون عندنا حنين ليه وبنحب نقعد كده دايماً مع الناس الكبار جدتنا وأجدادنا نسمع منهم حكويهم عن اللي حصل زمان وإزاي حصل؟ وليه حصل؟ كتير جداً بنسأل نفسنا هي مصر كانت عاملة إزاي زمان؟ شوارعها كان شكلها إيه؟ حواريها، أسورها بنحب نشوف الأفلام الأبيض والأسود عشان فيها ريحة الماضي بكل ما فيه من أحداث مختلفة معاش نهاش ومشوف نهاش بنسمع عنها بس النهاردة معانا رواية جميلة هتخذنا للزمن اللي فات هنرجع معاها بالتحديد لسنة 1938 تاريخ بعيد شوية بس ليه التاريخ ده بالتحديد؟ هو تاريخ زواج الملك فاروق من الملكة فريدة روايتنا النهاردة هي رواية فريدة وسيدي المظلوم للكاتبة الأستاذة هيبة أحمد حسب والرواية وصلت للقائمة الطويلة للمرشحين لجائزة الشيخ زايد للكتاب بنتمنى لها طبعا كل التوفيق وكل النجاح يا رب هتكون معانا الأستاذة هيبة النهاردة هنتكلم معاها بالتفصيل عن الرواية هنتكلم معاها عن إيه الحكاية وليه الفترة دي بالذات ترجمة نانسي قنقر